شاركت الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء في المؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي والابتكاري والانتاجية والمهارات 2022 استجابة لدعوة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وأكد الدكتور محمد إبراهيم العسيري الرئيس التنفيذي للهيئة خلال المؤتمر أن الذكاء الاصطناعي بدأ في عادة تشكيل الاقتصادات والمجتمعات في جميع أنحاء العالم فهو يقدم منتجات وخدمات جديدة في مختلف المجالات ومنها مجال علوم الفضاء والاعتماد على الذكاء الاصطناعي في ازدياد مضطرد وذلك يعيد بتحقيق مكاسب في الانتاجية وتحسين الكفاءة وخفض التكاليف وقال العسيري إن الجميع شاهد دور الذكاء الاصطناعي وعمليات الأتمة في كل مرحلة من مراحل مكافحة فيروس كورونا من الاكتشاف العلمي والتشخيص إلى تتبع تأثير الوباء على المجتمعات وأشار العسيري إلى العلاقة الوطيدة بين مختلف علوم المستقبل وترابطها حيث تعتمد علوم الفضاء بشكل كبير على الكثير من علوم المستقبل ترجمة نانسي قنقر